فارس من أبوظبي الإمارات يقول والدي قبل ما يموت أوقف أرض زراعية ولكن حتى في حياة الوالد ما زرعت لأن الماء شحيح ولا عاد منها أي نفع للوقف السؤال يا شيخ أنا ابنه هل علي واجب أن تصرف فيها كي تعود بالنفع مثلا كبيعها أو أنتظر حتى يتوفر الماء وتزرع فارس بارك الله فيك ورحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته أخ الفاضل بالنسبة للوقف يقول العلماء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا أوقف الإنسان عينا يعني سواء أرضا أو بناية أو دكان أو برجا أو سيارة وقال هذه وقفة قد خرجت من ملكه إلى ملك الله لذلك هذه الأرض يا أخ الفاضل هذه أرض وقف والواجب عليك الآن استصلاح هذه الأرض تقول لما في ماء ممكن تراجع جهة الأوقاف وتستشير اللجنة الشرعية هناك اللي يدلوا برأيهم هل هذه الأرض ممكن فيما بعد أن يحصل فيها ماء مثلا ويحصل فيها خدمات مثلا حتى يعني تبدأ بإحياء هذا الوقف إذا قالوا لك ممكن تنتظر وبعد ذلك تبدأ في قضية إما تأجيرها للاستثمار مثلا استثمار الزراعي ويكون ريعها لمن اشترط الوالد للفقراء للمساكين لأقاربكم مثلا على حسب شرط الوالد وإذا قالت اللجنة لا هذه الأرض خلاص بور الأرض هذه ما يمكن استصلاحها تراجع المحكمة وتقول هذه أرض وقف الآن تعطلت منافع هذه الأرض نريد أن نبيعها لننقلها إلى مكان آخر نشتري به أرض أو بناية تكون وقف لأنه خلاص خرجت من ملك الوالد وليس لكم سبيل إليها أبدا هذه ملك لله فلذلك تنقلونا ولذلك نص الفقه على أن الوقف إذا تعطلت منافعه يباع ويشترى مكانه يعني وقفا آخر حتى يبقى الأجر للوقف بارك الله فيك